الخطوة الخامسة والاخيرة وانت بتحل امتحان سنوية عامة او امتحان اولى او تانية كله زي بعضه انت تبدأ تحل المتحرر وباقي الاسئلة كلها بقى تاخدها كده اي اللي قبلك تخلصه بس قبل ما تبدأ في المتحرر لازم تخلي بالك من 3 اربع ملاحظات الملاحظة الاولى اقرأ الاسئلة بتاعة المتحرر قبل ما تقرأ المتحرر نفسه عشان تعرف ايه النقطة اللي تركز عليها ما تقراش وبعين تقرأ الاسئلة وترجع تقرأ القطع وبعين تقرأ الاسئلة وبعين تقرأ الاسئلة وبعين تقرأ القطع لا مرة واحدة تقرأ الاسئلة وتعرف المطلوب تقرأها كويس بدقة وانت بتقرأ بقى بتدور على الاجابات ممكن تلاقي جابت سؤالك من 3 الاول 2 الاول وانت مش هتلاقي جابت معي تاني حاجة اما بيسأل عن الاحداث عند السؤال عن الاحداث دايما بيجيب لك 3 احداث غلط ما حصلوش وحدث واحد اللي حصل والغالبة بيبقى سؤالة أولئين تاني حاجة لو سألك على السؤال المال حاجة مادية دور على الإجابة المادية سألك على المعنوي جيب معنوي الملاحظة الأخيرة الزجر ده نهي بس لكن الإعراض فيه لو يوش والتهديد لازم يكون فيه عقوبة يبقى عندي في فرق بين التهديد والزجر والإعراض في فرق إيه بينهم ونحتاجهم في امتحان اللي هو 2021 بتاع سنوية عامة طبعا نبدأ بناخد الامتحانات ونخلصها كل المتحرر أنا كده خلص خلصت النحو أول ما دخلت وبين خلصت الأدب وبين خلصت البلاغة وبين خلصت العلاقات خلصت كله كله دلوقتي أنا مركز كل تركيزي بقى في المتحرر اللي هو بياخد وقت أنا حفظت على اللي أنا حفظه طيب جميل الزهاوي بيقول صدق الزهاوي ده جميل صدق الزهاوي ده راجل من شعراء المدرسة الكلاسيكية زي ما إرجعوا للجزء بتاع الأدب لقد كنت في ضرب ببغدادة ماشيا وقد أوشكت شمس النهاري تغيب فصادفت شيخا قد حنت ظهر ظهره زله فوق مستن الطريقي دبيب اللي أنا عملته صحة ولا غلط غلط لمفروض أنا مبدأش أرى المتحرر المقرأ الأسئلة الأول المقرأ الأسئلة عارف أنا مركز عليه طيب يرى نبدأ نرى الأسئلة الصحة كده طيب السؤال يقول لك معنى مستن الطريق يعني الطريق الواضح طيب بما وصف الشاعر الشيخ في البيت الثاني يبقى أنا دلوقتي محتاج البيت الثاني هلا هو عجوز يزيل الأزى ولا سيابه غالية ولا يسير متأملا ولا شيخ محن الظهر ده في البيت الثاني عسيبه عسيب الأسئلة أكمل لحد ما خلص طيب استندك دلالة قول الشاعر في البيت الثالث على خلق خلق الشيخ خلق يبقى معنوي عايجيب لي أربع حاجات عايجيب لي أربع دام أنا عندي مغير مبقى أنا بص القطع خالص المعنوي جابته معنوي الخلق يعني معنوي نظافهم فلم تدنس لهن جيوبه هل معناها اهتمامه بمظهره ده مدي مش خلق ثوب الشيخ ده مدي مش خلق شدة فقره ده مدي مش خلق شدة فقره إظهار تحلي الشيخ بالطهر والعفة هو ده المطلوب هو ده الخلق الكويس اللي بيسأل عنه إيه الشيخ خلاص طيب يبقى ممكن أنا جاوب بالقواعد أنا قلتلك على دي من غير محد محدة أبص عليها طيب سؤال رقم ثلاثة استنتج المغزى من تتابع المشهد في قولي أهاله عليه الحصى يرجمونه ثم وصفاه في البيت الثالث هو الحق جاء اليوم فهو غريب هل هو إظهار قرهية الناس للحق ولا إظهار ضعف الحق ولا قوة الحق ولا بيان ضعف الناس مش أنا كده فهمت إن أنا عاد سأل في الحتة دي عشان أنا ونقرأ أخلي بالي سؤال رقم خمسة دلل من الأبيات على الأزى المادي الذي أصاب الشيخ مادي مادي يبقى ظهر عن مادي فصادفته شيخا القرحانة ظهره ظهره هل ده أزى مادي لا مش مادي طبعا ولا حاجة لأزى المادي لازم يكون حاجة في الجسم الحناء الظهر ده مش أزى مادي يسير الهوينة ده أزى مادي لا يسبونه ده معنوي الشيتيبينة مبتعورش لكن في الرأس منه شجته وندوبه هو ده الإجابة رح معلم عليها بس كده عشان دي اللي أحتاجها وأنا بنقرأ أتأكل يعني استنتج العاطفة المسيطرة على الشاعر من الأبيات أنا عندي حزن وأسى غضب وشعور وخوف أنا نشوفه رحنا بنقرأ بعد كده ماذا قصد صابر طيب كده خلصنا ست أسئلة الموجودة عن المتحرر أبدأ بنقرأ بها الأبيات وأنا عارف أنا بسأل عن إيه أنا عارف أنا بسأل عن إيه أهو الراجل ماشي في أرض بغداد بالمغرب لقى شيخ الظهر حنى ظهره زلهه فوق مستن الطريق دبيبه وهو مستن الطريق عن الطريق اللي الناس ماشي فيه ومش قادر يمشي بسبب ضعفه صادف شيخا قد حنى ظهره ظهره زلهه فوق مستن الطريق دبيبه في سؤال على ده بما وصف الشاعر الشيخ في البيت التاني وصف أنه عجوز يزيل الأذى لا ما عندوش زيل الأذى ما فيش أذى أصلا عليه ثيابه غالية لا ثيابه مش غالية ما فيش كلمة غالية ولا ثياب أصلا طيب يسير متأملا لا ده ماشي مش قادر يمشي يبقى هي شيخ ومنحني الظهر يحرق قدميه وعلى الطريق بصوب هي ده الإيجابة طيب لبعد كده في البيت التالت بيسأل بيقول نظاف لم تدنس لهن جيوب ده خلق ده معنوي يبقى على طول أخطار تحل الشيخ بالطهر والعفاف التلاتة التاليمة ينفعوش عشان هما كلهم مادي المظهر والثوب والفقر مادي لكن الوحيدة المعنوي سأل على معنوي نجور على معنوي طيب إيه المغزى من تتابع المشاهد إظهار قراءة الناس للحق واقترائهم عليه لفساد أخلاقهم صح؟ لأنه بيتأذى وهو غريب إظهار ضعف الحق؟ لا الحق مش عاجز ولا ضعيف طيب بيان ضعف الناس الناس بيضربوا مش ضعاف بيان قوة الحق لا الحق ليس قوي يبقى عندي واحدة بس إظهار قراءة الناس الحق هي دي المزبوطة طيب الأذى المادي ما عنديش غير في الرأس منه وشيجاته الندوم غير ما بص في القطعة لأن ده مادي وده الحاجة الوحيدة المادية استنتج العطفة قلنا العطفة بتبين باللي بعدها الحزن والأسب سابق رهية الناس للحق يا أخوانا ينفع اختار حزن وغضب وغربة وخوف ينفعه الأربعة بس مين بقى اللي هيحدد الكلام اللي بعده لو حزن وأسب سابق رهية الناس للحق أهي ولا بيت بيقول كده الناس بتقلوا حق عشان كده هو حزين الحق حزين والشعر حزين عليه طيب الغضب والضيق من قصوة الناس وسوق ما عم تقول لبعض لا الناس ما بيتكلمش لبعض الناس بيتكلمهم على الحق فدي غلط الشعور بالغربة طب هو والوطن من الأصدقاء طب ما هم فيش افتراق أصلا الناس بتوع بغداد ما سابوش بغداد ولا الحق لا دا الحق أصلا من المدينة بس هم اللي خلوه غريب الخوف من ظلم الناس وقصوتهم على الغرباء المحتاجين للعطف لا الناس ما بيزدموش الغرباء الناس بيزدموه الحق بس الحق بس فهتلاقي العطفة الوحيدة اللي مظبوطة هي العطفة رقم ألف طيب بعد كده في القطع اللي بعد كده ماذا قصد فهتلاقي العطفة الوحيدة اللي مظبوطة هي العطفة رقم ألف طيب بعد كده في القطع اللي بعد كده ماذا قصد صابر بقوله كتبت كل حاجة اللي قلتها وزيادة كمان اظهار العناية ودقاته في كتابة الخطاب دلوقتي في واحدة ست جابت راحة الواحد كاتب وبتقول له يا ابني اكتب لي جواب وبعد ما كتب لها هو ما كانش بيكتب الجواب ولا حاجة لان ابنها اصلا كان مات والناس كلها عرفة ان مات البنسية مقتنعة ان ابنها لسا حي طيب فهو كان عمالي شغبت وهي بتمليه فهي بتسأله في الاخر كتبت كل حاجة قال لها كتبت كل حاجة اللي قلتيه كله وزيادة كمان وزيادة كمان طيب ماذا يقصد بكلمة اللي قلتيه كله اظهار العناية ودقته في الكتابة لا لانه هو كان بيشغبت التعبير عن تطجر ووضيقه من الحاحة لا مجنش بالدائق لو بلاك كلمه براحتي كحك توضيح رغباته في الاطمئنان على سلام ابنها لا لانه متأكد لسلام ده مات وملقي محاولة طمئنتها والتغطية على خداعه لها انه هو ما كتبش الجواب اصلا لانه عارف ان السلام ده مات وهو والجواب ده اصلا عمره ما يوصل طيب السؤال المتحرر رقم 15 فظل فم العجوزي مطبقا لحظة ثم فتحته قليلا واخذت تدير لسانها وكأنها تبحث عن رقيها الجاف دي فقرة اولى فقرة تانية فصدمت لم يرسل ففتحت فمها تبحث عن اجابة بعدها طيب السؤال بقى الجملة دي في الفقرة الاولى بتفيد ايه قريبة والشك في كلام صبر يعني هي كان بتشك ان صبر بيضحك عليها وما بيكتبش الجواب لا كان عندها امل وكان عندها امل لبنى يرجع ما كانش عندها شك الضعف اللي قادي اصابة سمعها وكلامها لا سمعت اللي الحزن والخيرة بحسن عن امل هو ده الصحيب يبقى ظلت ظلت فمل عجوز مطبق اللحظة عشان حزينة وبتدور على اي امل لكن هي سمعت وعاوزة ومش بتدور على طريقة تانية تتصل بابنه لا ده هي كانت حزينة وبتبحث عن امل جديد تمشي وراء طيب ما المقولة التي تعبر عن حالة من مالي تعبر عن حالة الام في القصة اشتاق اليك يا ولدي ولا استطيع ويصالك الا بكلمات ينبض بها قلبي وانكر كل قول يقتلوا حلمي هو ده صحيب انا بشتاق اليك وبكتب الجوابات واي حد يقول لي ابنك سلام استشهد في الحرب انا برفضه وبفضل ابعث جوابات برضه هو ده الكلام المزبوط الموافع للقضاء طيب التلات اختيارات التانية مش غلط ليه ابعدك القدر عني ولكن شعوري بانك موجود يهملكني هنا ألم يخنق أنفاسي ولكن حضورك بإحساسي يفرحني لا ما فيه صراع مع الكاتب أصلا يعني الستة مش بتصرع نفسها الستة عندها يقين ان ابنها عايش عندها يقين ان ابنها عايش شكاة تبعت له فهنا يقولك الصراع وألم يخنق نفسي الستة اللي عندها صراع والألم يخنق نفسها الستة مش تهل ابنه بس طيب الاختيارة خانجيم فرقتنا الأيام ولكن ليه أحلاما فيك والحزن يعصرني لبعدك الذي طال عني وأتمنى ألا يستمر كثيرا دي الجملة دي محتملة ولكن هي ما فيش فيها بيان الكتابة بيان ان هي بتكتب له جوابات والقطعة بتقول انا بكتب جوابات آخر اختيار ابن الحبيب كلما اشتقته اليك توسلت السماء لا ايها بكتب توسل السماء بتكتب جوابات يبقى السؤال جيم وده الغلط وألف غلط والبيه هو ده الصح طيب في سؤال متحرر رفعت عينايها الكائبتين وقد اختلج منهما شعاع زائغ في كتاب في موضوع الكنيسة مورت بيقول لي وازن بين العبارتين السابقتين من حيث دلالة الالفاظ على عاطفة الكاتب طيب انا عندي عبارتين كاتب يقول رفعت عينايها الكائبتين وقد اختلج منهما شعاع زائغ وفيه امل وفيه شك واتهاء وفي الكنيسة نورت ومن اكثر صور تلك الايام التصاقا بذاكرة زاكرة ابناء جيري من اهل المنطقة صورة انتظارنا مدفع رمضان على شاطئ النهر تمام يبقى عندي اتنين متحصرين عاوزين نوازن بينهم طيب الاجابة الصحة فيه الاجابة الصحة رقم بيه ليه الفاظ الكاتب الكائبتين اختلج زائغ امل شك ابرزت مشاعر غضب الام وحيراتها وحزنها لتأخر لسالبنا اما الفاظ الكنيسة نورت التصاقا زاكرتي ابناء جيري فقد ابرزت عطفة الانتماء الى قريته يبقى الالفاظ بدأ دي بتدل على ان الام زعلان ابناء مبعدتها ليش الجوابات والالفاظ في العبارة التانية بتاعت الكنيسة نورت بتدل على الراجل ده معتز بقريته الانتماء لها ده كلام مصبوط التلات اختيارات التانية غلط ليه بيقول لك كئبتين اختلق ابرزت قوة حيرة الام ولافتة على سماع اخبار الغائب ماشي صح اما الفاظ اصلا اللي هاي الكنيسة نورت كانت اقل قوة لا ما كانش اقل قوة دي نفس الجودة بس دي بتتكلم على انتماء والتانية بتتكلم على حوز ميه لا لك اقل قوة طيب اختيار رقم جيم غلط برضو ليه يقول لك كئبتين اصلا اصلا قوة الشعور بالغرب ازاي يعني غربة فين الغربة دي وحيرة الام ولافتة على سماع اخبار الغائب لا مفيش حاجة اسماع غرب ده انا عايش وبنتمي قريتي بحب قريتي مفيش غربة فيه السؤال رقم دال كلتا هما مشاعر الضقر والضيق طيب سؤال رقم واحد وعشرين برضو تمزلنا في امتحان سنوية عامة الفين واحد وعشرين بين الاسلوب الذي استخدمه الكاتب في الفقرة الثانية لجعل القارئ يعايش افقار المرأة الاسلوب اللي خلي الكاتب القارئ يعايش الوصفة على لسان كاتب القصة والحوار الداخلي للمرأة فيه حوار داخلي في اخر سطرين المرأة المرأة بتقول امتى ابني عايبعث لي جوابات فده اللي خلى القارئ يندمج ويعايش افقار المرأة يبال الحوار الداخلي في اخر سطرين طيب طيب الحوار المتخيل بين امه سلام وابنها لا ما فيش امه سلام ما بتكلمش ابنها خالص طيب حوار متبادل بين امه اسلام وابن صبر لما فيش حوار بين المستمى صبر مفيش حوار كتبت يا ابني اه كتبت خلاص توادل من ابن بين صبر وبين نظر المحطة ابن مزر المحطة مش موجود اصلا يبقى هو الاجابة رقم بيه ومفيش جره طيب السؤال رقم 22 تعددت مستويات اللغة المستخدمة في قصة امه سلام صح طيب هات من النص ما يزبط صحة المقولة ان فيه مستويات لغة الاجابة الصح رقم بيه ليه الفصحة تنقل قدميها العاريتين على تراب الطريق والعمية سلام لسه ما بعتش حاجة بقى عنده مستويه مستوى لغة فصحة ومستوى لغة عمية ده الاجابة الصحة التلاتة التانين غلط ليه قالب يقولك ايه وحدك كاتب في في استخدام الصيغة لأ مش كلها فصيحة في لغة عمية سلام لسه ما بعتش تعددت الرقم جيم تعددت مستويات الفصحة بين الجزلة والفصحة القريبة لا بيقولك اتنين فصحة واحدة فصحة جزلة والتاني قريب غلط ليه لاني كان فيها لسه ما بعتش حاجة تكد عمية واحد الكاتب لغة الحوار رغم تعدد الشخصيات لا ما وحدش خلى ده حاجة وده حاجة يبقى التلاتة كلهم غلط والصح رقم به طيب ما المقصود بقول الكاتب تحشر نفسك معهم تحشر نفسك معهم في القطعة معناها تتدخل في حديثهم دون اذنهم خلاص طيب ده معناها تحشر نفسك معهم لكن ما بتتدخلش في شؤونهم الخاصة لانهما بتكلمون تقعد تطلق جلوس بينهم لانهما حاجة ما تعودش تتطاول في حديثك إليهم لا لكن ما تدخلش في الحوار بدون إذن هو ده اللي تم الإنقار على الكاتب المتحرر رقم 24 ما الذي جعل الطفل يتململ كما فهمت من الفقرة الأخيرة عندنا قاعدة بتقول اختر المباشر على طويل افتقاض من يشاكره يشاركه اللعب والكلام ده الحاجة الوحيدة اللي كان متململ منها مش عاوز يقعد مع ستات بس مش لهاي فاضطر يقعد خلاص طيب المتحرر رقم 25 استنتج ما تدل عليه هيئة الأب كما وصفها الكاتب ده حنو من يشاك ممتاز من تدل من حينة ممتاز 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 حاجة عقلي إلى العلم وحاجة أزني إلى الحديث طيب الإجابة إيه بقى الكاتب مندفع مجاهر بحاجاته أما طاح سين فمتحفز متكتم في التعبير عنه ده الصح يبقى عندي كاتب يقول أنا عاوز كذا وكذا أما طاح سين في الوقت ده وهو ظهير كان عنده تحفز ما يقولش هو عاوز إيه طيب السؤال رقم 28 اقترح اقترح تصرف الذي كان يمكن أن يرضي الإبن ويحظى بقبول الأب في ضوء فهمك للموضوع اللي كان يرضي الإبن والأب يقبله أنه يتكلم مع والديه فيما يخصه ويصل إلى أرض وسط ولكن هو ولكن ولكن هو الوسط يبقى الحاجة اللي كان يعترض الإبن وتعرض بالقبر أنه هم يتناقشوا ويوصلوا لأرض وسط لكن المشكلة أن الولد ما بيتكلمش مش بيوصل مع بول أرض وسط هي دي المشكلة فلو أنت عاوز تقترح يبقى لازم تقول اللي نقول طيب حصين أما حاجة إذا يتكلم والدك ويوصل لأرض وسط طيب ما المقولة التي ينطبق عليها على ما اتبعه الأب في تربية أبنائه لا تكون صلبا فتكسر ولا لينا فتعصر يبقى أنت تكون الأب عاوز يكون وسط بس ده ما حصلش لأن الأب شد على الولد هم قال إيه الإجابة ومن يقو حازما فليقص أحيانا على من لا على من يرحمه دي بقى أن الأب مع إنه حنين جدا بس قصى أحيانا فالأب ما كانش وسط الأب كان حنين ولكن بيقص أحيانا ده السؤال رقم 29 في امتحان سنوية عامة 2021 طيب بما يتميز نهر النيل عن أنهار العالم وفقا لموسوعة جينيس أول ما تقرأ القطع هتلاقي طول مجراء ده موجود بالنص في القطع حاجة الوحيدة يتميز النيل عن أي نهر في العالم طول مجراء طيب أين تقع أكبر جلدة في العالم تقع في مصر في دميات ورشيد ده سؤال 31 سؤال 33 استنتج المرحلة التي يتخذ فيها النهر مسمى النيل التقاء النيل الأبيض والأزرق يبقى النيل اسمه نيل امتى؟ أما بيلتقي النيل الأبيض والأزرق لكن قبل ما يلتقوا ده اسمه نيل أبيض ده اسمه نيل أزرق لكن النيل اللي هو النيل عمتنا ما يلتقوا مع بعض عند مدينة الخرطوم قبلها الاتنين كل واحد لإسم أربعة وثلاثين حدد نيالي مقولة تفسر كيف تكونت التربة الخصبة للدلدة؟ تكونت من ترصب الطمي الذي تحمله مياه النهر وتراكمه عبر ألاف السنين ده اللي موجود في القطع وده الصح الطمي ترصب على الضفاف فتكونت التربة الصمراء طيب السؤال الخمسة والثلاثين هاتم الموضوع ما يتفق مع مقولة روديت مصر هيبة النيل الإجابة الصح هي إجابة رقم به يصل النيل مكونا للدلدة وهبا أرضها الحياة والنماء ريا وزراعا ونقلا وتجارة وصيدا هي دي الجملة اللي بتدل على مصر هيبة النيل طيب ما انفعش الرقم الجيمي اللي هي حمل النيل 110 مليون طن لأن السد العالي منع الكلام ده دلوقت وكمية الطنة دي بتؤثر عدوة للحوض بس احنا مصر ما عندنا لاش الكلام ده أصلا القصة كلها في الجملة دي مصر هيبة النيل في الاختيار رقم به طيب السؤال رقم 36 اكتف في ضوء فهمك للموضوع رأيا مبررة امتجاه من يجرفون تربة الأرض الزراعية ويقيمون المباني الخلطانية عليها نقول لا يجوز اهدار سروة طبيعية لا تعود لأن الكلام على النيل وهبها على النيل والنيل هيبة لمصر عبر ألاف السنين طيب ده العبارة المزبوطة اللي بتعبر عن إجابة السؤال بالزبط ده بده أفهمك إن مصر هيبة النيل ما ينفعش أهد الاخصار وعدية وضيع التربة اللي جات لنا عبر ألاف سنين ومش هحتيجي تاني لأن السد العالي منع التربة دي خلاص فكل التربة ضاعت مش هنعرف نعواضها أبدا طيب عايجي بعد كده السؤال 53 بيقولك حدد ترتيب الضهيق للفقرات عشان نحدد الفقرات لازم يكون عندي مشكلة وحل المشكلة لازم تبدأ بكل بإسم أو فاعل ما ينفعش تبدأ بواو يعني أول فقرة لا وهناك ما ينفعش على الواو دي تبقى هي البداية لبدان بدأت الجملة يبقى نازم اسم جملة اجي الفقرة التانية بعد التصحر هي دي اللي تلفع فالفقرة التانية هي رقم ايه واحد وبعدين الفقرة الاولى وبعدين التالتة وبعدين الرابعة خلاص والرابعة دي اخترناها ليه لان فيها ومن التدابير الفعالة فدي دايما بتبقى الخاتمة انت بتلخص القطع اللي انت فيها يبقى اختيار رقم به اتنين واحد تلاتة اربعة حدد فيما يلي النموذج الذي اتبعه الكاتب في ترتيب الفقرتين اللتان يتألف منهما المقال السابق الحاجة اللي الكاتب اتبعها ان جاب ظاهرة وتفسرها يعني حط الظاهرة الاول وبعدين فصرها الظاهرة بيقول قد يعاني شخص ما من دوار وقيق ايه تفسرها امره وكأن شاء الله امره ان يصيروا الدهشة والتساول يشخصه الاطباء بهبوط الدم يبقى تفسرها بهبوط الدم يبقى عندي ظاهرة والتفسير بتاعتها طيب السؤال رقم خمسة وخمسين حدد مما يلي التفصيل الاكثر اهمية لتضمنها الشركة التي تعملت حملة ترويجية لاقناع الجمهور العلماء بصدق مقولاتها ايه اكتر جملة من الجمل الاربعة الجايين دول ايه اللي بتقنعها اهو الصحر هي لقم واحد خريطة توضح تراجع تراجعا مضطردا في انتجار الفيروس بالمناطق التي استخدمت اللقاعة دي اكتر حاجة مقنعة ده اللي الواقعي على ان الدواء بتاعهم احسن دواء طيب الجملة التانية بيقولك في الوافق الوافيات ياما بسبب الوباء قال له طب ده مالوش ضاع ان الدواء بتاعتك كويس ده ما يخدمش الدواء بتاعك ده بيخوف الناسه بس بيان بالميزانية الضغمة لانفقاتها الشركة ما هممكن تنفق ومتوسطش للدواء الصح برضو بيان بعدد سنوات الباحثون برضو تممكن يعودوا سنين طويلة وميلاهوش حاجة الحاجة الوحيدة لا تقنع الناس الدليل الواقعي ان الدواء دوت في المنطقة دي منع الفيروس طيب السؤال رقم 56 حد التفصيل التي لاغنى عنها لشرح الفكرة الرئيسية عزوف الشباب عن الزواج وما يتبعه من فساد أخلاقي مع زيادة نسبة الجرائم والهجرة غير الشرعية هو ده أفضل حاجة توضح ان البطالة مش أرقام بس بالنتائج ان البطالة دي بيتقدي ان الشباب بيتجاوزوش وبيبقى عندهم فساد أخلاقي وبيعملوا جرائم عشان يكيبوا فلوس ما هو مش لقي شغل التلات جمل التاليين ما ينفعوش انهم أسباب يعني أسباب البطالة لا أنا مش عاوز كده أنا عاوز البطالة دي أسباب ونتائج البطالة مش رقم يعني ما النتائج مزرطبة على البطالة طيب ابتعد بنفسك عن الدناية تعش مرتاح البال حدد الرسم الصحيح للكلمتين التي تحلان محل كلمتين ابتعد ومرتاح في الجملة السابقة اربق هانئ الصح رقم به اربق لأن الهمزة ساكنة وقبلها مفتوح هانئا لأن الهمزة مقصورة الهمزة ساكنة وقبلها مقصورة فبترسمت على النبرة يبقى اربق بترسمت على الألف عشان قبل هي ساكنة وقبلها مفتوح والفتحة تخلي الهمزة تبقى على الألف ومرسومة على نبرة عشان هي ساكنة وقبلها مقصورة هو ده الصح والباقي كله غض ستين حاول المستعمل قسر الصمود أصحاب الأرض فشل في مسعى وتراجع مهزوما مغزولا استخدم الكناية في التعبير مهزوما مغزولا الإجابة الصح يجر أزيال الخسران والخيبة هو ده أضق تعبير يجر قدمي ما بتكلمش على الضعف هو بتكلم على الهزيمة والخزلان يعض أصابعه ده في ندم تنازعه الظنون والمخاوف ده قلق لك أنا بتكلم على الهزيمة والخزلان يجر أزيال الخسران والخيبة كده خلصنا الامتحان ومع امتحان جديد انتظرونا إن شاء الله